نحن هنا لنضع خطوات عملية حقيقية أمام حركة التجارة هذا من جانب وتدليل عقبات طبعا لزياد حجم التبادل ومن جانب آخر كان هناك مستثمرين مع دولة الرئيس لجميع مستويات حقيقة ومختلف القطاعات لخلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الخاص العراق الحكومي وقطاع خاص جذب الاستثمارات المصرية الصناعة المصرية الحقيقية في بيئة جاذبة للاستثمار اليوم في العراق لكن كان هناك بعض الغموض في قانون الاستثمار حقيقة لم يصل سيكون هناك ربط ونقطة تواصل للتجارة العراقية الخارجية العراقية وكذلك المصرية سيكون هناك لقاءات حقيقية بين الصناعيين للجانبين لوضع خطة عملية حقيقية لدخول واستوطان هذه الصناعات داخل العراق